وبالتالي احنا دلوقتي اخدنا مجموعة من العضلات الموجودة عندنا في منطقة الميديا الكمبارتمنت اخدنا البيكتينيس مصل وعرفنا ان هي بتجيب من السوبيرو بيوبكريموس يعني من حتة دي السوبيرو بيوبكريموس بينما العضلة بتاعتنا الاداكتور لونجس هتلاحز ان الارجن بتاحها راوندد صغير شوية انما دي الارجن بتاحها عامل زي الخط كده ماشي وبالتالي هو عبارة عن الارجن بتاحها عبارة عن نقطة انما هنا ده بيبقى حتة كده خط طلع من عند السوبيريور بيوبكريموس لو طلعنا فوق ليه الجرأسيلس مصل هنجد ان هي بتجيب من الانفيريور ريموس او زراعي السفلي اللي هو بيبقى ما بين الاسكيامبون والبيوبكبون اللي بنسميه الاسكيو بيوبكريموس بالنسبة لمسألة الانسرشن بالنسبة لمسألة الانسرشن هتجد ان الجرأسيلس مصل هي الوحيدة اللي بتعدي النيجوينت وتعمل الانسرشن هنا في الاس جي اس السرطوريس جرأسيلس سيميتينينوزيس في الابر بارت اوف دميديال سيرفس اوف دا تيبيا بينما لما نجد نتكلم على الانسرشن الخاص بكل من البيكتينيس والاداكتور لونجس مصل هنجد ان البيكتينيس مصل بتعمل الانسرشن في الانسرشن اللي احنا بنسميه البيكتينيال لاين او الاسبيرال لاين اللي هو الذي يمتد من اللي سرطوريكانتر للينيا اسبرا وشرحنا النقطة دي بالتفصيل بينما الاداكتور لونجس بتنزل بقى تمسك في اللينيا اسبرا نفسه يعني دي كان لاين ما بين اللي سرطوريكانتر واللينيا اسبرا بينما ديت في الميدل وان ثيرد اوف دا لينيا اسبرا طبعا بالنسبة للنيرف سابلاي الخاص بالاداكتور لونجس مصل عبلة الاداكتور لونجس مصل زيها زي الريفياس زيها زي الماجنس مع انه طبعا فيه كلام طبعا كتير زيها زي الجرأسيلس زيها زي البيكتينيس والاوبتيوريتوريكستيرنس طبعا هي عبلات زي ما قلنا بتاخد نيرف سابلاي من الابتيوريتور نيرف الابتيوريتور نيرف ولما تيجي هنا عند الابتيوريتور نيرف هتجد طبعا العضلة بتاعتنا اللي هي الاداكتور لونجس موجودة طبعا زي ما قلنا احنا فيه كلام يعني احنا مثلا لما جينا عند البيكتينيس مصل العضلة دي اللي هي البيكتينيس مصل قلنا ان البيكتينيس مصل اللي هي دي اسف البيكتينيس مصل بتاخد نيرف سابلاي من الفيمورال وانيجي نبص كده هنجد قاعدة البكتينيس مصل بتاخد نارف سبلاي من الفيمور النار خلاص كده وبالتالي يعني زي ما قلنا في ايه فيه تركات كده طيب برضو الاداكتور ماجنس مصل لك منها عضلة كبيرة فبرضو بيجلها عصبين بيغزوها وبالتالي لازم تبقى عارف انه عضلة الاداكتور ماجنس مصل وعضلة البكتينيس مصل العضلطين دول من العضلات الميدية500 بتاخد نارف سبلاي من الآبتورة عادي جدا بتاخد نارف السبلاي من الآبتورة زي باقي عضلات لكن بيجيلهم من حتة كمان ماشي? يعني البكتينيس مصل يجيلها من الفيمور النار وللا دكتور ماجنس مصل هنقوله ساعتها لما نيجي ناخد العضلتي طيب توجي ب steeds آآ구요 موجودة لنا طبعا زي كل الم itt MILL packing طبعا هي من اسمها بتعمل ادكشن يعني عضلة اسمها ادكتور عضلة اسمها ادكتور فطبيعي هتعمل ادكشن الاكشن التاني بقى اللي عايز اقولك انها هو الاكشن اللي هو الميديا روديشن خلاص كده الميديا روديشن طبعا لما نيجي نبص على جدول زي ده ونتفرج على العضلات الموجودة عندنا هنجد الادكتور لونجس والادكتور بريديس والادكتور ماجنس تلاتة ادكتور كلهم ادكشن لكن هي الفكرة في التريكة التانية انك تبع عارف ان لونجس والماجنس عندهم اكشن كمان اللي هو الميديا روديشن حتى تلاقييني انا نفسي انا بذكر مش معلم على الادكشن مش محتاج ان اعلم عليها ما هي من اسم العضلة انما معلم على الميديا روديشن ان لونجس والماجنس بيعملوا ميديا روديشن وده لان البريفيس وسيارة وغلبانة ما تقدرش تعمل اكشن تاني غير الاداكشن طيب التركاية كمان اللي هتلاحظها هتلاحظها مع عضلة الجرسيلس مارسل اللي احنا اخدناها لان هي برضو بتعمل اداكشن لكن بتعمل كمان في الني جوينت لان هي العضلة الوحيدة اللي بتعدي الني جوينت هتلاحظ التركاية اللي عليها الدور انه الابتيريتور اكستيرناس اللي موجودة في الميديا الكمبارتمنت معاهم بتخنهم كلهم وما بتعملش اداكشن اصلا وبتعمل كمان حاجة اسمها الاترال روتيشن عكسي كمان الميديا يبقى انت عارف ان الابتيريتور اكستيرناس عضلة داخيلة خائنة التركاية الاخيرة عضلة البيكتينيس ماصل اللي هي العضلة الستة مش هتلاقيها موجودة هنا لان الكتب بتعتبرها تابعة الانتيرو كومبارتمنت بتعمل اداكشن وفليكشن في الهب باي باي